بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذه أيضا من الآيات الإلهية التي ورد فيها البشارة للإنسان المؤمن بشارة له في الحياة الدنيا وبشارة له في الآخرة ولكن لمن؟ لأولياء الله سبحانه وتعالى هناك روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لنا المقصود بهذه الآية المباركة وبيّنوا لنا ما هي طبيعة هذه البشرة وكيف أن الإنسان المؤمن يتحصل على هذه البشرة في الحياة الدنيا وأيضا يتحصل عليها في الآخرة الرواية الأولى وردت عن علي بن عقبة عن أبيه قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد أشار إلى وريده المبارك يعني الشيء الفاصل الزمني إن صح التعبير بين أن تنالوا هذه البشرة وأن تقضوا ما بقي لكم من هذه الحياة الدنيا هو أن تبلغ روحكم ونفسكم إلى هذه المنطقة إلى الوريد إشارة إلى الخروج يعني فقط هذه المدة الزمنية أنتم تحملوها وهي مدة حياتكم في هذه الدنيا مدة عمركم ولكن بعد ذلك تتحصلون على البشرة وعلى النعيم الأخروي هذه بشارة من الإمام الصادق عليه السلام ثم اتكأ الإمام الصادق عليه السلام بعد أن بيّن هذه العبارة اتكأ وكان معي يقول هذا الشخص الذي هو عقبة يقول وكان معي المعلى شخص آخر اسمه المعلى كان مع هذا الشخص الذي هو عقبة فغمزني أن أسأله أشار إلي بإشارة بإماء بأن أسأل الإمام الصادق عليه السلام فقلت يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى بلغت النفس إلى هذه المنطقة إلى الوريد إلى الحلقوم تريد أن تخرج من البدن ماذا يرى أنت قلت له البشرة وبين أن تقربه عينه وبين أن يتحصل على هذه البشرة فقط تخرج روحه ماذا يرى حتى أن تبشرته بهذه العبارة فقلت له بضعة عشرة مرة كررت عليه العديد من المرات عشرات المرات أعيد عليه أي شيء يرى أي شيء يرى أي شيء يرى يا ابن رسول الله فقال في كلها يرى فقط يقول لي يرى أنا أقول له أي شيء هو يقول يرى ولا يزيد عليها لا يزيد على هذه الكلمة يقول يرى ولكن ماذا يرى لا يقول ثم جلس في آخرها في آخر مرة سألته إياه فقال يا عقبة فقلت لبيك وسعديك فقال أبيت إلا أن تعلم يعني أنت مصر على أن تعلم ماذا يرى فقلت نعم يا ابن رسول الله إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة أنا ديني مرتبط بدينك يا ابن رسول الله فأنا أريد أن أتعلم منك أريد أن أتبين أريد أن يكون ديني مطابق لما تعتقده وما تدين به حتى لا أكون مفارقا عن دينك ثم قال وبكيت فرق لي الإمام الصادق عليه السلام بعد أن رآني بكيت رق لي قلبه الرحيم رق لي تعاطف معي ثم قال يراهما والله بصيغة المثنى يراهما والله فقلت بأبي وأمي من هما فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام كل مؤمن عندما تبلغ روحه إلى مرحلة التراقي تريد أن تخرج من جسده يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى علي عليه السلام يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما هذه بشرة من الإمام الصادق عليه السلام وقاعدة عامة لا توجد نفس مؤمنة تموت قبل أن تموت إلا وترى رسول الله صلى الله عليه وآله وترى علي عليه السلام قلت فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجعوا إلى الدنيا فقال لا يمضي أمامه إذا نظر إليهما يكمن المسيرة إلى الآخرة فقلت له يقولان شيئا رسول الله وعلي عليه السلام يقولان شيئا لهذا المؤمن الذي تريد روحه وأن تخرج قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه وعلي عليه السلام عند الرجليه فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ينحني عليه فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله إني خير لك مما تركت من الدنيا كل هذه الخيرات كل هذه النعم الأولاد الزوجات كل ما تملك في هذه الدنيا تركتها أنت خلف ظهرك ولكن أنا خير لك مما تركت ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله فيقوم علي عليه السلام حتى يكب عليه أيضا ينحني عليه فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحب أنت في هذه الحياة كنت تحبني دفعت الثمن ودفعت الضريبة وتحملت الأذى وتحملت القتل وتحملت التهميش وتحملت الإقصاء وتحملت الفاقر كل ذلك لماذا لأنك كنت تحبني فأنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحب أما لأنفعنك هذه صيغة مبالغة صيغة تأكيد من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أما لأنفعنك ثم قال إن هذا في كتاب الله عز وجل الإمام الصادق عليه السلام يقول لهذا الشخص الذي هو عقبة فقلت أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله في أي مورد قال في يونس يعني في سورة يونس يونس قول الله عز وجل ها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذه بشارة للإنسان المؤمن في هذه الحياة وإيضا بشارة له في الآخرة بأنه سوف ينال الدرجات العالية كذلك ورد في مورد آخر بأنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال أما قوله تعالى هم البشرى في الحياة الدنيا أو لهم البشرى في الحياة الدنيا فهي الرؤية الصالحة الإنسان الذي يرى رؤية صالحة في منامه تبشره يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه بعض الأحيان الإنسان يرى بعض الرؤى الصالحة التي فيها خير فيها برك له يرى مستقبل أيامه في هذه الحياة يرى ماذا سوف يصيبه هذه من الرؤى الصالحة التي تبشر الإنسان تطمئن الإنسان وأما قول الله عز وجل في الآخرة فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته إن الله ماذا يبشره يبشر بهذه إن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قدرك وهذه أيضا إشارة على أهمية وعظمة تشييع المؤمن الاشتراك في تشييع المؤمن تشييع جنازة المؤمن هذا النداء وهذا البشرى يأتي للإنسان المؤمن الذي يريد أن يموت وأيضا للذين يشاركون في تشييعه في حمل جنازته وتشييعه ودفنه كذلك ورد عن ابن عباس قال سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل له من هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال أمير المؤمنين عليه السلام هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها يعني تعمقوا في علة الخلق تعمقوا في ما أراده الله سبحانه وتعالى لم يأخذوا الدنيا هكذا ظاهرا جزافا بأنها أكل ونوم وشراب ولذات وما إلى ذلك من نعم ومن شهوات دنيوية مادية لا نظروا إلى باطن الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا ليعبدوه إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى إلا ليطيعوا أولياء الله سبحانه وتعالى إلا لينالوا الدرجات العليا في الجنة لهذا خلقهم فعرفوا أجلها حين غر الخلق سواهم بعاجلها فتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم كل شيء يتركهم بعد موتهم تركوه وأماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم هذا الإنسان العاقل يفكر هكذا كل شيء لا ينفعه في الآخرة لا يأخذه معه في القبر يسهد فيه والذي ينفعه في القبر من الأعمال الصالحة ومن الخيرات يأخذه معه يجد في طلبه ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام هذه وصية لكل إنسان أيها المعلل نفسه بالدنيا عليل يمرض نفسه بالدنيا يحب الدنيا الراكض على حبائلها المجتهد في عمارة ما سيخرب منها تشتهد من الصباح إلى المساء على مدى سنين أن تعمر هذه الدنيا تعمر قصرا تعمر بستانا تعمر حديقة تعمر بيتا في نهاية الأمر سينتهي يقول به الأمر إلى الخراب لا يهمك بأنك تعمر هذا المنزل من حلال أو من حرام على حساب ظلم الناس أو لا لا يهمك المهم أن تعمر ألم ترى أمير المؤمنين يقول ألم ترى إلى مصارع آبائك في البلى آبائك أجدادك أينهم ألم تنظر إلى حالهم أين هم الآن ومضاجع أبنائك تحت الجنادل والثرى أيضا إنسان لديه ابن لديه ولد في ريعان الشباب تجد بأنه يصاب بمرض أو يأتيه الموت بغتة ويدفنه تحت الثرة لا الأب الكبير في العمر نجا من الموت ولا هذا الابن الصغير الذي هو عندك نجا من الموت ألا تنظر إلى هذين حالتين كم مرثت بيديك وعللت بكفيك تستوصف لهم الأطباء وتستعتب لهم الأحباء فلم يغن عنهم عناءك ولا ينجع فيهم دوائك هل مع ذلك تبقى بأنك تريد الدنيا ترغب في الدنيا؟ هكذا هو حال الدنيا إذا أصيب الإنسان بمرض معين بداء معين لا ينفعه دواء أي طبيب إذا كتب عليه الموت الموت يأخذه لا ينفعه أي شيء لو صرفت أموال الدنيا على أن تجعل هذا المريض يشفى والله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى مريضا لا يشفى لو أراد الله أن يموت هذا الإنسان في هذه الساعة ودفعت كل أموال الدنيا على أن يعيش ساعة أضافية لا يعيش فهل مع ذلك تبقى راغبا في الدنيا؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وأيضا لهم البشرى في الآخرة جعلنا الله سبحانه وتعالى من أولياء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة